أربعون هدفا لحزب الله في الجنوب اللبناني استهدفتها المقاتلات الإسرائيلية خلال دقائق معدودة هجمة مركزة وغير مسبوقة تمدتها إسرائيل في الساعات الماضية تصعيد ميداني تزامن مع تصعيد كلمي فوزير الدفاع الإسرائيلي أفغالند قال خلال زيارة له إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية قريبة من المستوطنات الشمالية إن نحو نصف قادة حزب الله الميدانيين في جنوب لبنان تمت تصفياتهم وإن الفترة القادمة ستكون حاسمة ماذا تقصد إسرائيل بالحسم؟ هل يعني أننا أمام تصعيد كبير؟ منذ مطلع الحرب وتل أبيب تعمد إلى استهداف قيادية حزب الله أينما وجدوا عبر عمليات استخباراتية دقيقة إلا أن هذه العمليات وعلى الرغم من نجاحها على حد زعم إسرائيل فإنها لم تؤمن الشمال الإسرائيلي الذي شهد موجات نزوح كبيرة جدا كما أنها لم تحصم الحرب إسرائيل تريد تأمين مواطنيها وضمان عودتهم إلى المناطق الشمالية الحدودية مع جنوب لبنان فهل تلجأ إلى إفراغ الجنوب اللبناني من المدنيين؟ كما عناصر حزب الله عبر خلق منطقة عازلة تتراوح في عمقها بين 7 إلى 10 كم أي ما وراء نهر الليطاني؟ وهل يكون التصايد الإسرائيلي أو الحسم كما وصفه غالنت على شكل هجمات واسعة قد تصل إلى حد الاجتياح البري لجنوب لبنان؟ إسرائيل تتحدث عن حسم وهي حملت أكثر من مرة المفادين الأوروبيين كما المفادين الأمريكيين رسالة إلى لبنان مفادها أن تأمين الشمال ومنع أي مظاهر مصلحة لحزب الله ضمن هذه المنطقة العازلة أولوية بالنسبة لها منطقة لا تقتصر على 10 كم فقط المنطقة العازلة بل قد تصل بناءها رغبة إسرائيل إلى 12 كم على كل هذه المناطق الحدودية هذه المسافة المستحدثة في عمق الأراضي اللبنانية أتت بعد استخدام حزب الله صواريخ كورنت المعدلة والتي يصل مداها إلى 12 كم في عمق الأراضي الإسرائيلية التهديد الإسرائيلية بشأن تصعيد محتمل يأتي وسط رقب بيروت لزيارات ديبلوماسية أو حتى لإعادة إحياء الحركة الديبلوماسية الأمريكية أولا عبر زيارة مقرر نهاية الأسبوع لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني وهي الزيارة الثانية لسيجورني منذ استلامه مهامه الوزرية والثانية أيضا تكمن في التقارير الإعلامية التي تتحدث عن عودة الموفد الأمريكي الذي قام بزيارات مكوكية أموس هوكتشتاين إلى لبنان فهل يحمل هذا الحراك الديبلوماسي طرحا بشأن المنطقة العازلة من جديد خصوصا وأن إسرائيل تبدو حاسمة في قرار تأمين شمالها فهل تنجح الديبلوماسية التي فشلت في السابق في إرساء طرح وسطي أو أن التصعيد الميداني سيسبق كل المساعد الديبلوماسية